ترجمة نانسي قنقر تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة علاقات استراتيجية يعززها الانسجام الأخوي والإيمان بأهمية العمل الجماعي بين الأشقاء في مواجهة متغيرات البيئة الأمنية وبما يحقق أمن واستقرار منطقة الخليج والدول العربية حيث يستند التعاون العسكري الذي يشهد تطورا مستمرا على إرث من الخبرات العسكرية المتراكمة والقواعد الصلبة بما يمتلكانه من قدرات عسكرية متطورة يجعلهما قادرين على مواجهة مختلف التحديات التي تهدد أمن المنطقة وفي إطار دعم التعاون العسكري المشترك وإدراكا من مملكة البحرين لدور شقيقتها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة القضايا والمصالح العربية شهدت المملكة في ظل توجيهات جلالة الملك المفرد حفظه الله ورعاه تعاونا مثمرا عن طريق جملة من التمارين المشتركة مع القوات المصرية سواء البرية أو الجوية أو البحرية لرفع الجاهزية القتالية والإدارية بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى التنسيق والتخطيط على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي في مواجهة كافة التحديات للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة لدى القوات المشتركة عن طريق تبادل الخبرات والمفاهيم العسكرية هذا التعاون بين الشقيقتين جاء وفق خطط عمل منظمة ضمت تدريبات عسكرية ميدانية فضلا عن تبادل الزيارات العسكرية التي ستعزز التعاون العسكري الأخوي المشترك وستساهم هذه التمارين العسكرية المشتركة التي تعد لبنة الأساسية في رفع الجاهزية وتحقيق التكامل المنشود بما يضمن الحفاظ على أمن واستغرار المنطقة وذلك عن طريق تنفيذ السونريوهات والعمليات العسكرية فدوما ما تسعى الشقيقتان إلى التحديث وتطوير القوات المسلحة بما يتوافق مع مختلف المهام والمتطلبات العسكرية الحديثة للتصدي للمخاطر بما يستوجب دائما اليقظة والاستعداد لحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الحضارية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين